يقول لكم او يعلقوا يقول لك يحيا يقول لك كيفاش تتعلقوا وتنشطوا وتمثلوا وتغني اذا كان ربي انا عطيني ما تجيش انت تنحييلي انا ربي اكرماني انا ربي اكرماني بمواهب عديدة انا قريت تعلمت الثقافت اتمرمتت وسافرت من بلد الى بلد انا قريت انا دخلت الجامعات الجزائرية الجامعات العربية انا ما اخد شهادة من الجامعة الامريكية انا مش يجي تغير هكذا من البارح لك انت هي في راسك في الدار تكوني كتيري وتقول هذا وعليه دار هكذا انا درت قرع ليه واش درت انا عندي خمسة وعشرين سنة خبرة في الاعلام انا بديت الاداعة ونافع عمري 13 سنة مش يجي تقول اه هذا علاقة هذا علاقة ينتقد علاه انا درت اشياء كثيرة في حياتي انا شعريه وشايب كيف تتعامل مع انتقادات هادو يا خيار جوبني على سؤالي انا ما نخاطبش الجاهل ما نقلش نخاطب الجاهل تنتقد قول ادع الله هو يغني اشكر ان يغني مليح ولا لا لا اه صح هو يغني مليح خلاص الحكاية اه لا لا وكان انا ما دخلت في الغناء درت متن شدة وتزول اجمل اغنية في الوطن العربي في زمن كورونا و 17 مقال ولقاء عربي خلاص هذه النقطة الى السطر حتى حتى لو تفهم بطريقة خطأ يعني يحياء ما وش يعمم يعني ما وش يعمم يعني يقولوا لي بالعكس انا لا لا يقولوا ايو لا غير صح ولا غير تعرف الدير هادي كاينين الناس لي فضلوك في شيء ما هادي مفرغ منها كاين واحد يقولك لا لا يحياء الله غير انتا صوتك تغني مليح وكلش مي انا ما نشوف لكش مستقبل في الغناء انا مدبية وقعد في الاعلام ولكن الحاجة المليحة انهم ما ينكروش الجانب الاخر قل صح انتا صوتك مليح في الغناء بصحنا نشوفك اعلامي وبالعكس كايني الناس كثير يقولوا لي يحياء لا ما تقول ليش تغني ونجم ودير لي كليب وطروع عربيا وفده اكتر يحياء انا نشوف روحك اكتر انا نشوف روحك فيهم كامل مدام نقدر نوفق فيهم نديرهم كامل لا 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 طيب